الحقيقة زي ما شفنا الحضور المصري القوي ممثل في الناد الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب اللي أوكل إليه المكرمون تقديم كلمة أو كلمة المكرمين في هذا الحفل الكبير تحدث الكابتن محمود الخطيب على قيمة ما في هذا الحدث من تكليف لاستشراف المستقبل وإزاي يقدر يكون هذا التكريم حافظ للمزيد من التفوق والتميز والعطاء والنجاح والإنجاز إن شاء الله كما شفنا كل الأخوة الأبطال الرياضيين العرب المكرمين حجم تقديرهم الكبير أن يكون كابتن محمود الخطيب متحدثا بإسم هؤلاء المكرمين أعتقد حضور مصري نوعي قوي يا أستاذ جمال طبعا فيش كلام وأعتقد برضو فرحة الرياضيين بأن كابتن محمود الخطيب هو اللي بيمثلهم هتلاقي ناس كتير يمكن أصغر سنا من كابتن محمود الخطيب يمكن ما لحقهوش وهو بيلعب لكن السمعة والسيرة حاضرة سواء هو كأسطورة في الملاعب أو الآن لقطات برضو من اهتمام عدد كبير من الجماهير كابتن محمود الخطيب طبعا الحرسين على التقاط الصور معاه وعلى فكرة كان فيه حد بيقول هو معاكو في مصر يعني انتم شبعانين يعني إنما هنا احنا سيبونا نجبع سيبونا بقى الصور معاه بالضبط فطبعا أكيد بوستك يا أستاذ إبراهيم أكيد حضور كابتن محمود الخطيب بشخصه مهم جدا ويطفي عارف أنت دايما بيطفي طابع الشخصية الشهيرة المحبوبة اللي هي في أي مكان لو راح في أي مكان هتلاقي الكارزمة الله ينور عليك فكرتني بأيام زمان أيام الكارزمة الشخصية الكارزمة دي اللي هو الناس بتحبه اسأل بقى ربنا بقى عمل ده الحكاية دي فنقول طبعا أنه هي احتفالية أكثر من رائعة بالفعل وأعتقد أنه الفائزين في هذه الاحتفالية زي ما قلنا المنظمين اللي أجادوا والفائزين فعلا بألقاب وجوائز وده دكتور حسن مصطفى طبعا الفائز أيضا وفائز كالتحاد دولي وقدم نائب الرئيس اللي يستلم يعني برضو ده في نوع يتكلمنا فيها بنا وبنا كده يعني مش عايز اللقطة هو اللي بيتكرم اتحاد الدولي لكرة الياد الزبط فأناب عنه نائبه أنه هو اللي يستلم وهو اللي يطلع يتكرم فده برضو شيء كويس عارف يعني الأجواء الحلوة الرياضية رسائلها حلوة ليه؟ ما فيش يعني ما تلاقيش حد حاقد مقاير حاسد بتبقى صعبة قوي ها والله بيبقى أجواء فيها نوع من الروح الرياضية وده شيء مهم عاوي صحيح أنك تفرح للكسبان وتسقف له يا سيد مش تخسر حاجة والله تعال على نفسك شوية صحيح وسقف مرة وسقف مرة سقف مرة علي سقف مرة من نفسك يا سيد محمود نا حضر اه